طيب بالنسبة لتسليح البلاطات الميلة عمدا كده لو احنا عندنا بلاطة ميلة توي يمفود فيها شريحتين هتكتشف ايه? تخيل مثلا كان الليفل هنا اعلى من الليفل هنا. طيب كل هنعمله الشريحة اللي بالعرض هنا هتبقى افقية ولا ميلة? هتبقى ميلة. الشريحة اللي بالطول مش الليفل يمنه وشمله نفس الليفل هتبقى افقية. يعني معنى صح البلاطة التوي الميلة هتلاقي فيها شريحة افقية وشريحة ميلة. لما نيجي نرسمهم زي ما اتفقنا هنشوف الشريحة بالعرض ولا بالطول وافقية ولا ميلة. طبقى الشريحة اللي بالعرض هنا كانت افقية ولا ميلة ميلة يبقى انت هتوفق قدام اللوحة وترسمها كأنك بترسم ايه بالزبط? كروس سكشن. اوكي يعني ساعتها التسليح بتاعنا طبعا هيبقى ايه? هيبقى ميل. ماشي كده? طيب لكن بالنسبة اتفقنا للشريحة الناحية التانية اللي هي بالطول دي. شريحة اللي بالطول دي افقية ولا ميلة شريحة افقية. يبقى اتفقنا هتوقف على ايمين اللوحة وتبتدي بص عندنا هنا وترسم شريحة افقية عداية خلص. ماشي كده? طيب ما بدقين طب لو انا عندي بلاطة ميلة بالمنظر ده متشالة مسلا على الكامرتين. بلاطة زي دي. اوكي? لما تيجي تاخد شريحة. انا عايز اعرف مين اللي هترسم افقي ومين اللي ميل لتسليح رئيسي وللتسليح السكندري. طيب تخيل كده بلاطة بالمنظر ده. وكات متشال عندنا على كامرتين. انا حلالة ما جيت ااخد شريحة في اتجاه اللوود. طيب ايمين وش مال للشريحة? مش الليفل مختلف? يعني الشريحة نفسها ايه? ميلة. لو الشريحة ميلة ده معناه ايه زي ما اتفقنا? ان التسليح الرئيسي هو اللي ميل وتسليح السكندري هو اللي افقي. طب الشريحة بالعرضي بقى اتفقنا عشان ترسمها تعمل ايه? وتقف قدام اللوحة وترسم تسليحة زي طب بالنسبة لحديث السكندري اللي هيترسم هنا. مش ده حديث بالطول? زي ما قلنا هنقف على يمين اللوحة نبص عليه من الجنب زي ما اتفقنا وترسم تسليح ايه? افقي عادي خلص. فهنا خبال التسليح الرئيسي هو اللي هو اللي هو اللي افقي. طب لو نفس مسألة بس كاتت الكمارتين الناحية التانية. يعني بمعنى صح شكل البراطة تبقى ايه? الناحية التانية بالمنظر ده. طب الشريحة لا تتخد في اتجاه اللي هي بالطول دي. طب الشريحة دي دلوقتي مش يمينها وشملها نفس يعني الشريحة نفسها ايه? افقي. طيب ده كده معناه ان التسليح الرئيسي بتاع الشريحة نفس هو اللي هيبقى ايه? هيبقى افقي. طبعا الشريحة بالطول انت تقف تبص عليها من ناحية اللي مين? وترسم شريحة افقي عادي خلص. طب الحديد السكندري اللي هو بالعرض ده. افقي اللي ميل. طبعا لو التسليح الرئيسي تفنى بقى ايه? هيبقى افقي بس سكندري هيبقى ميل. طيب ميل في انهي مش واضح من شكل ان ناحية اللي مين اعلى من الشمال? والحديد ده بالعرض بقى انت توفق قدام اللوحة وترسم تسليحه زي مين بالزبط. يعني هنا اخو بالك هو لكان ميل. طيب كده صعب ان هاجي لك لكن تعال انا حسابه. لو عندنا بلاطة ميلة لكن كان ده الليفل العالي وده الليفل الواطي. اوكي بقى من رسمة مين الكروس سكشن. طيب برضو بلاطة وان وي في اتجاه كمرتين. فالشريحة في المسال ده افقية ولا ميلة? الشريحة نفسها ميلة. طب الشريحة بالطول هنا يبقى عشان ترسمها تعمل ايه? هتقف تبص عليها من ناحية اللي مين? طيب انهي ليفل اعلى. مش مفهوم بقى من كروس سكشن ان الليفل هنا اعلى من هنا? يبقى انا برسم خد بالك هرسم الليفل ده اعلى من الليفل ده. طب ده التسليح الرئيسي. طب المفروض عندنا يتحط هنا. هيبقى افقي والميل. طبعا ساعتها بقى افقي. طيب. واتفعنا بالعرض بانت تقف قدام اللوحة وترسمك انك بترسم ايه? جزء افقي. طبعا ساعتها بقى افقي. طبعا ساعت بقى افقي. طبعا ساعتها.